سبيتا يجب لنا طريقة تدريبية يدربنا فيها يغير عقلتنا طريقة تفكيرنا كيف نترجم ونحكي إنجليزي وكيف نكتبه كيف نستعمل أزبنا كيف أكتب سؤال كيف أكتب جملة شو الطريقة الصح بعيدة عن الطريقة التقليدية تبعة المدارس والمدرسين وإلى آخرها يلا نشفع بعض حبيب قلبي أسود سبيت أهلا وسهلا اللهم صلي وسلم ومبارك أسلام محمد أنا بحبكم ومشتاق لكم ويعلم الله أنه هذه الفيديوهات بتعب فيها وأمنيتي إنكم فعلا تستفيدوا منها مش زي الهامل اللي جاء بتعليق بتشوفوش إلا لما يكتب لنا تعليق يقولوا يا أستاذ مش لاقي فيديوهات مجانية طيب كل قناة كورسات مجانية يا هامل معلش أنه نعمل المرأة هذه غيرنا التمرين بدل ما هو أربع جمل خليته فقرة مرة عن مرة راح حاول نعمل فقرة بأزمنة مختلفة بأسئلة وأجوبة وبالتالي أنت بيكون أفضل بأنك أنك أقوى من تمريني لترجم جملة واحدة بس مش راح أوقف هذا كتب ما راح أستمر فيه عنا فقرة كتبتها باللغة العربية حول الكتاب مش عارف أش كتبت مهم كتبت فقرة وبننترجمها مع بعض بدي إياك تتبع معايا زي الأسد بالورقة والقلم وحاول أنك تستعمل نفس الطريقة لنا بس تعملها قبل ما بدأ ترجم أي جملة عشان ترجم أنت قبلي وشوف حالك بتعرف ولا ما بتعرف جاهز معايا؟ بسم الله الآن إيش بتقول الفقرة؟ صدر الأول من الفقرة خلال شهر تسعة بدأنا العمل على طباعة الكتاب في الدول العربية جملة كبيرة جد الدنيا جد اللوح قلنا لما بدنا نترجم لنسأل حالنا سؤالين هل هي هذه الجملة؟ هل هي في أي زمن؟ هل هي في المضارع؟ ما قلتش أي زمن وانجليزي لسه لا متى حدثت؟ هل حدثت في الماضي؟ ولا لسه الآن هي شغالة في المضارع؟ ولا بدها تصير في المستقبل؟ بتطلع خلال شهر تسعة بدأنا اه إذا صارت احنا في شهر عشرة اليوم شهر تسعة خلص إذا صارت في الماضي الآن بتعرف في أي زمن من الماضي اللي هو ماضي بسيط ماضي مستمر مضارع تام ماضي تام ايش قصته؟ تعال نشوف بيقولك خلال شهر تسعة بدأنا لما قل هنا خلال شهر تسعة إذا هو عرفني أنه ماضي وقل لي متى في الماضي إذا لما يكون عندي ماضي وقل لي متى في الماضي بيكون دل عني عرف هل هو مستمر ولا مش مستمر إذا مستمر بنقول ماضي مستمر إذا مش مستمر بتصير ماضي بسيط لأنه حدثت لي متى في الماضي هنا قل لي خلال شهر تسعة بدأنا بدأنا إذا ما كانش مستمر بدأنا وخلصنا إذا ما كانش ماضي بسيط ليش؟ تلات شروط في الماضي ومش مستمر وقل لي بتا في الماضي طيب إيش يعني خلال ركز معايا إيش يعني خلال وحرف الدي لما بيجي في بداية الكلمات أو حتى هو بشكل عام نلفزوا كأنه في جي في بدايته دورين دورين ما قلتش دورين نعم دورين دورين إما بقول دورين سبتمبر أكتب معايا أما بقول دورين سبتمبر أو ممكن نقول دورين 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 أو سبتمبر الاثنين صح بس هالشي تقول دورين سبتمبر خلصنا دورين سبتمبر إيش بدأنا في مين هما إحنا وي ماضي بسيط إيش التصريف الثاني أو الماضي بالبسيط من يبدأ استاطد أستاذ بنفع أعتبرها كأنها مضارع تام لأنه ما حدد ليش بالضبط متى في سبتمبر أي we have started برضو صح إذن we started إيش we started working on إيش يعني working on يعني العمل على لاحظ إنه working ليست فعل مع ing انتبه هنا working معناها العمل وليس معناها يعمل عشان الناس اللي بيقول ليش في ing إذن during سبتمبر we started working on إيش يعني طباعة printing on printing كمان مرة فعل print يطبع ومع ing بطل فعل هنا استعملتك إنه طباعة we started working on printing the book المعرف فما تنساش the the book when in the arabic countries in arabic arabic countries أو بقول in the arabic countries برضو صح in the arab world صح in the middle east صح كله بدك in our countries صح إذن شوف تعلم خلال يعني during إما بقول the month أو كذا أو بقول الشهر مباشرة we started بدأنا العمل على طباعة إذن كمان مرة working وprinting ليست أفعال وإنما برام العمل وطباح ناخد الجملة الثانية شوف مين يمركز معي وهذا العمل شاق مين هو العمل هذا اللي فوق إيش معنى هذا والله يا أستاذ لما بدأ نشاور إما بدأ يكون this or that or those or these أحسب والله هذا هذا يعني نكر مفرد قريب إذن أش بقول this مش نكر سيبك من النكر this بنقول and انسيت and this is إيش يعني شاق ممكن أقول hard ممكن أقول difficult ممكن أكتر من معنى زي بدك يا بنقول this is لاحظ إنه ليش إدخلت is هنا نص الكوكا ب space tool ما بعرف إنه is في الأصل فعل اكتشاف بخوف إنه الكل مش عارف إذنه فعل جاية من الفعل بي اللي هو يكون ليش حطينا is لإنه قزنا وهذا يكون عملا شاقا هيك الناس بتحكي لإنه سبيتا قال لي ما فيش ولا جملة بالانجليزي إلا فيها فعل وين الفعل هنا is وهذا يكون عملا and this is a hard work لاحظ إنه عمل هي work hard يعني شق يكون هو الفعل is هذا يعني this هذا يكون عملا شق لاحظ ملاحظتين ونص الأمة بتغلط الغلطة هذه الصفة في الإنجليزي قبل مين قبل الاسم قبل الموصوف الصفة وين قبل الموصوف كمان مرة عل صوتك عشان تحفظها ألفظ بلسانك في الإنجليزي الصفة وين قبل الموصوف هلا بنط واحد هامل بيقول لك ليش بتصرخ وصوتك عملي يزعاج بعمله بلوك وبحذف تعليقه كأنه نكرة مش موجود على هالكوكب إذن هارد هي الصفة إجت قبل الوورد عمل شاق طيب كمان ملاحظة لاحظني حطيت أ هنا ليش إن عائدة على مين على عمل دايما إذا بدك تحكي اسم في الإنجليزي وهو مفرد ونكرة بدك تحط قبل أ أو أن طيب استاذ أنت حطيت قبل هارد لماذا ما قلت هذا عمل عمل لا أداة التعريف أو النكرة تأتي قبل الإسم إذا كان قبل صفة تحط ها أين قبل الصفة هذا عمل 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 إلى آخر نكمل نظرا لصعوبة إيش يعني نظرا تحب على حالك الدنيا سهلة لصعوبة بكوز بكوز أوف معناتها نظرا بس صحيح مش على حالك تروحش تجيب موضوع من آخر الدنيا ووعدين تصار لصعوبة بكوز الأحوال الصعبة لاحظ أنه أنا ما بترجم ترجمة حرفية بالعرب يقولنا لصعوبة الأحوال منقولش بالإنجليزي لصعوبة الأحوال لا بنقول للأحوال الصعبة إذا الترجمة الحرفية غلط ترجم المعنى طيب بسبب المعنى الأحوال الصعبة في الأحوال الصعبة بوم خلصنا ابعد يا أساس خلينا أخذ صورة يا أساس أنا شاطر وبكتب على دفتري كل حاجة بتقولنا يا أبعد 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 خلنا استفيد من العلم هذا والله برافو عليكم عشان تستفيد أكتر أنا على حساب الإنستغرام أيس بيتا حط لهم يا يا محمد هنا بشرح لك كتير معلومات في مدتها 15 ثانية كل يوم منزل فيديو صغير تستفيد منه وكمان إذا بدك الدروس هذه كلها بيدي أف حلو جميل مرتب تطبعه عندك تقدر تروح على موقعنا برضو حط لهم يا يا محمد هنا وتروح على المدونة بتلاقي كل الدروس اللي بنزلة على اليوتيوب بحط لك إيها على الموقع تطبعها عندك هذا اللي بدي يستفيد بدون ما أقول لك بكل فيديو وبعد كل فيديو أنا بعمله على الموقع بتلاقييني بوم نزلت لك يا بدي أف تروح تطبعه زي الأسف وما تنساش اختبار تحديد المستوى على الموقع كمان تعالي نكمل ولكن الحمد لله إيش يعني ولكن يعني بط بط إيش يعني الحمد لله أنا 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 يا أستاذ قول ثانكس قد غلط يا أستاذ ليش غلط ليش غلط ثانكس قد والله هيك دائما ساعة غلط تحرفش بالله تحبش بالله ها نو فيش حاجة اسمها ثانكس نقول ثانك قد اللي تسرحوا بقوله ثانكس قد غلط جملة غير ناقصة و نحويا غلط هي ثانك قد ثانك قد يعني شكرا لله أو الحمد لله بدأنا بالتوصل إلى اتفاق إيش يعني بدأنا بدأنا يعني هو صار ركز معاش انت تعرف ايش الزمن الصح ركز اللي هناك ركز معايا عشان تستفيد افهم طريقة التفكير ننحلل بقولك بدأنا نتوصل يعني احنا بدأنا في الماضي ولساتنا مستمرين في البداية ان احنا نتفق مع مطبعات اذا بدأ في الماضي ولساته مستمر لغاية الان مين هذا المضارع التام اه المضارع اه and we have started بدأنا and we have started ايش يعني we have started مضارع التام عفوا ومضارع التام هو بدأ في الماضي وما قال ليش متى الماضي ومش مستمر هنا عفوا اذا الفاعل we have والتصريف التالث من يبدأ start بيصير start we have started to agree ايش يعني to agree أو to sign ايش يعني يوقع أو يتفق مع مطبع with to agree with أو to sign with ايش يعني مطبعة اما بتقول printing لحالها وبرضو صح بنفهم هنا ان هي مطبعة او بتقول printing house ايش يعني printing house يعني دار الطبعة دار الطبعة ايش يعني في عدد من الدول العربية in some اما بتقول some اه او in a number of a number of كذا 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 arabic countries خلصنا الآن ناخد الجملة الأخيرة وبديك انت تقول لي بتقدر تقولها ولا انا رح ابعد وقريبا سوف نعلن لكم في كل البلدان اسم المكتبة لكي تحصروا على الكتافة او يا استاذ مكبرة صعبة هالي والله مو صعبة شيطانك هذا اللي اقولك صعبة هذا شيطانك الهامل هذا شيطانك الهامل اللي عملنا مشكلة هذا سهلة جدا ايش يعني قريبا تعال شوف مع بعض ركز معي ايش يعني قريبا يعني سون خلصنا ايش يعني قال لي سوفا مدام قال لي سوفا يعني ايش برافو عليك مستقبل بصير سون مين هم اللي يعلون نحن اذا نوي ايش مستقبل سوفا مين الفعل يعلن ايش يعني نعلن announce سون we will announce الكم to you بس قريبا رح نعلن لكم خلصنا الجملة سون مستقبل بسيط will announce to you لالكم ايش في كل البلدان in all countries في كل البلدان قلبنا country جمع الواي تقلب لآي ونحط es in all countries the name بدا ترجم حرفي هنا تقريبا the name of the library او ايش مبدا كتحط بضل the library المطبعة printing house الاخرة ليش ليش to to ايش يحصل to get to get ايش تحصل على الكتاب في بلدك to get the book الكتاب وين ايش يعني في بلدك in قبل البلد in in your country بس بوم اول ما شفتها قلت يا ورد اوف ما اصعبها مين بتترجمها هادي اصعب من امتحان التوف لا سهلا بس بدك تغير عقليتك انت بطل تخافي الانجليزي بطل ترجمة حرفية تتبع الطريقة التدريبية اللي اعطالك يا اسبيتا بدك تحلل يا ولدي سهلا بدك تحلل بدك تسأل حالك هذي جملة ولا سؤال جملة هذي والله ماضي ولا مدارع ومستقبل ماضي طب متى في الماضي متى في المدارع متى في المستقبل ايش تركيبة الزوان وخلصت كبشة قواعد كبشة مفردات كمية كبيرة من الافعال والازمنة وماضي لتكتب في دفترك وزي الاسد رح اتكرر هذا التمرين بس بدي اشوفك على الانستغرام وهذا رح تشوفه في بيدي اف على موقعنا هنا على المدونة تدخل زي الاسد تاخده وتتبع معايا وليش لليوم ايش قاعد تستنى مش عم بتتبعنا على الانستغرام بتروع عليك الدروس ليش منتظرينكم زي الاسد تحياتي للكم ما تنسى عطونا اللايك للفيديو سلام عليكم اشتركوا في القناة